فيه ازمة دواء شديدة جدا فيه السوق المصري. ازمة دواء جديدة جدا موجودة. عايزين يزودوا الاسعار 100% يعني غرفة غرفة صناعة الدواء مش عايزة تزود الاسعار 20 عايزة تزود الاسعار 100% فمعرفش بقى حضرتك بتشتير علبة الضغط والسكر بكام اضرابيها في اتنين. انا عارف والله ان ده خبر مش كويس ليك يا امي او ليك يعني والدي العزيز عارف الله بس هم عايزين كده قالك ما نقدرش وكمان النواقص بقت ناقصة جدا بصوا حضرتك تزايد نواقص الاضوية دواء السكر والضغط والنقرس اللي هي الامراض الاساسية في نصف والمضادات الحاوية وخوافض الحرارة لاطفال يعني موضوع خوافض الحرارة ده اللي هو الف به اي طفل بيبقى عنده حرارة اهم حاجة تديله البرساتامول او الحاجات الخوافض الحرارة مش موجودة. نواقص وزي ما قلت لك كده الناس عايزة 100% زيادة. كله ده بيجتمع عليهم. احد النائبات معرفش مالها يعني بتتكلم على ناقص الدولار ليس مبررا لكل هذه الازمات. طب مين السبب يا جماعة؟ الناس كلها عملت تتكلم على مين السبب؟ مين السبب يا جماعة؟ مين؟ طب مين المسؤول؟ وزير متحدث باس وزارة الصحة قال لك يعني في مشكلة كده ايه؟ 10-15% بس من الادوية اللي مش موجودة. 15% والازمة تنتهي قريبا. كل الازمات هتنتهي قريبا يا جماعة. دولة 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 كبير قوي. وزعيمها قاعد 50 سنة يعرف مفهوم الدولة. عندها 15% نقص من الادوية. يعني الناس وقلتلكم موضوع الدولة ده فوش ظهر يعني. يعني يعني ممكن الناس متاكلش. ينام جعان. البلح في مصر كويس والخيص. زي يا استاذ احمد موس كده. جيب لك كيلو بلح ب 50 جنيه واقعد قضيها عيش على الاسودان الطمر والماء. انا ممكن اتقمص دور خالد الجن دي ماء. واطلع عرض تعليده كويس اقول لك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يعيشون على الاسودان. الطمر والماء. والبلح عندك ب 50 جنيه كيلو. هات كيلو واقع وكل انت وعيالك وقدي للوقت طمرتين الصبح. وطمرتين الظهر. وطمرتين اخر الليل. وتمام. حيطلع يقولوا كده. لا 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 تقلق ولا تستعجل. شيوخ السلطان اللي بين لبطنه يقول لك كرشو هيقول لك كده. جاية جاية ما تقلقش. لكن ازا كنت هتاكل طمر طب بالنسبة لدي ده واحد دوتك. ده ضغط. الضغط والسكر. ان هم من اخطر الحاجات يعني الامراض المستعصية. ضغط عالي. اقدر الله يعني بيحصل مشاكل خطيرة جدا. سكر عالي. مشاكل ضخمة جدا. يبقى نعمل ايه بقى? طلع تقول ان عنده 15% عجز طبعا ده كلامه كذب طبعا. متعارفين لما لما الحكومة تقول 15% يبقى الرقم كام? لا تعليق.